اللعبين في النادي الاهلي موجودين في المنتخب المنتخب عنده بطولة أفريقيا أمم أفريقيا في نفس الوقت اللي النادي الاهلي عنده بطولة كاس العالم للأندية طيب اللعيبة اللي جوا النادي الاهلي دول هيروحوا المنتخب ولا هيلعبوا مع النادي الاهلي كيروش قالك لا أنا ما ليش دعوة أنا عايز اللعيبة بتوع اللي أنا مسجلهم يكونوا معايا ما ليش دعوة بقى ونفس الشيء برضو عندنا منتخب تونس قال لك أنا حياخد برضو علي معلول معايا ومالي حياخد ديان كل منتخبات حتاخد المحترفين بتوعها محترفين بتوعها من النادي الأهلي ومن نوادي أخرى فدلوقتي إزاي النادي الأهلي حيقدر يلعب كاس أندية العالم وهو ناقص 9 لعيبة تقدم بخطابات بقى للفيفا وللكاف علشان يشوفوا يفصلوا هذا الأمر